اهلا بيكم مرة تانية وصلنا لاخر فقراء برنامجنا كالمعتاد فقرة سهم وقوس جميل انك تكون شخص ناجح في شغلك وبجهدك وباعمالك بس الاجمل بقى ان سرتك تفضل عطرة بالخير وايه الكلام الطيب عنها حتى بعد رحيلك عن الدنيا وده بيتجسد في الدكتور امير الرفاعي اللي شغل منصب المدير العام لنادي الزمالك كمان عضو مجلس ادارته في فترات سابقة والصحيح رحل عن ندينة منذ اكتر من 8 سنين لكن بتتولى استكمال مسيرته المميزة دلوقتي نجلته الاستاذة مروى الرفاعي اللي حملت جينات الوالد سواء في حب الزمالك او في اقتحام العمل الاداري بالمجال الرياضي طبعا مش هرفاني منوراني جدا يا سيدة مروى نهارك ابيض يا مروى الرفاعي نهارك ابيض في الاول طبعا لازم نروح لذكريات الجميلة طبعا بالذات ان والد حضرتك طبعا نجم من نجوم نادي الزمالك رمزه من رموزه كمان هو عضو مجلس ادارة ندينة العظيم فاكتر من دورة انتخابية فحضرتك ده بيخليك يحسب ايه ازاي فخورة بيمثلك ايه بسي انا طول عمري من وحنا اطفال صغرين احنا ثلاثة بنات وما كانش في اخ ولد نادي الزمالك كان الاخ الرابع بتاعنا بيقتسم معانا حب بابا واهتمام بابا ووقته بشكل يعني ملفت للنظر بابا كان بيشتغل في جامعة الدول العربية كان ديبلوماسي وكان بيسافر كتير سواء احنا كنا في القاهرة او كنا بننتقل معانا البلاد اللي كان بيسافر فيها كان لما يرجع من السفر يحط شنطته بعد اقل من ربع يسافر يقولي كان نازل اعمل حاجة بس كده صغيرة وجاي تلاقي بابا في نادي الزمالك يعني ده كان البيت التاني بكل ما تحمل الكلمة من معنى كان حافظ بتهيالي كورسي كورسي في النادي وهو دخل عضوية مجلس الادارة وهو كان سنه صغير جدا سنة 72 قبل ما اتولد اصلا يعني كانش عنده غير ابن الكبرا رانيا بعد كده دخل مجلس الادارة تاني في سنة 88 او 89 انا يمكن مش بتذكر او 89 ودي الانتخابات اللي احنا حضرناها معاك يا بناتو وكنا بنقعد نوزع الفلاير بتاع بابا وكنا موجودين معا يوم الانتخاب ومع ماما وهي بتحط صوتها الله يرحمها وبعدها بقى ساب العمل الخالص في الامارات العربية المتحدة هو كان هناك بيشتغل يعني بيشتغل وظيفة بلاس انه هو كان لأول مرة يعين احد مش اماراتي في نادي السيدو الفروسية في الامارات اللي كان بيرقاسه محمد بن زايد شخصيا وكان هو اختيار من اختياراته امير الرفاعي كعضو مجلس الادارة للنادي هناك لما طولب من الزمال كويه انه هو يرجع سنة 97 هو استأذنه وقال له بيتي اولبيه ورجع وكان مدير عامل النادي عملا تطوعيا من 97 لغاية 2005 فهي دي الرحلة يعني سيمبلي وفي كلمات يعني بسيطة جدا جدا بس في من وراها طبعا معاني بقى كتير قوي نبولك الاخ الرابع يعني فشوف انت اه يعني وصلت ان هو فعلا انت وابنات واخر رابع عليك اه فعلا بتحس باي يعني ده بقى بيمثلك ايه في حياتك انا الغالي دلوقتي لما بخش نادي الزمالك بيبقى حاسة ان انا مثلا ماشية في زفة يوم فرحي حتى لو ما فيش ناس هبتشوفيهم انت حاسة نادي في مكانك قوي كل حتة من دي مش بس مامري انت كل حتة من دي لأ بابا كان ليه فيها حتة بتحسي ابوكي حواليكي يعني بعد تسع سين او ثمان سين ونص من فقدان الاب اولا الاب طبعا لأي ولد او بنت هو الظهر وهو السند وهو الدفع وبعدين انا ابويا كان راجل قوي كان صاحب كلمة وصاحب رأي يعني كان سند وضهر في كل حاجة فقدان الاب ما زال لغاية دلوقتي يعني كأنه حصل مبارح فلما بخش نادي الزمالك بحاسة هو بيقول لي انا هو انا موجود افتكر قصص قلها افتكر كلمات قلها وبكرر تاني ان الوقتي قدام الجماهير كلها تحت نادي الزمالك ان انا بشكر كل من كان ليه الصبق في الحركة اللطيفة اللي اتعمل بعد وفاة بابا ان اتعمل حمام سباحة باسم بابا في النادي وعايز اقولك انا كل ما بخش النادي لازم اروح اتصور سلفي جنب اليفطة اللي مكتوب عليها حمام سباحة امير الرفاعي لانه يعني بيمثلي انا حاجة نفسية لطيفة ان ده يعني مرضود نفسي حلو عندي ان قد كده الزمالكوية مقدارين ان امير الرفاعي كان ابنهم قوي وبيحبهم قوي ودي نادي الزمالك كتير الحمد لله الحمد لله طبعا هي مسيرة عظيمة محتاجة يعني وقت كبير جدا عشان خاطر نقعد نقول تفاصيل فيها بس خلينا اسألك هما دائما بيبقوا موجود معاكو في الحلو وفي الوحش ايه المواقف اللي حضرتك فاكرها قوي ليها علاقة بالزمالك الانتخابات الانتخابات الساخنة في مجلس ادارة ندي الزمالك دايما كانت يعني كل موضوعها مطروحة عندنا في البيت مشاكلها بتحل من عندنا في البيت اوكي يا مسمات اعداد صلح بين فلان وفلان اوكي اعداد توافق فكري بين طبعا هيكون اطفال يعني في المراحل دي هيكون اطفال الحاجات بتعلق او بتشربيها بتلاقي نفسك زي السفينجة متصيتي الطريقة او اللو هو يعني زي ما بيقولوا ز ما ماCändeش في موبايل فكانت... هانا بعمل انا و 허انيا و مي اخواتي السكرتريات الشخصيين الامير رفاعي في مصر ان احنا دايما بنرد على تليفونات انا عف oro باني رديت على تليفونات كمية ناس من الشخصهات الكبيرة المقامات والقامات العالية جدا في نادي الزمالك وطبعا فيه اطراف الحديث لطيفة بنا وبينهم حتى الناس اللي انا ما اتشرفتش انا عرفهم بشكل شخصparent او ان انا التقي بهم لاني كنت صغيرة فانا كان فيه بني وبنهم دايما يعني احتكاك من خلال الوالد يعني طيب اكتر حد كان قريب الوالد حضرتك كان بيحب اوي انكل جلال معوض وطنطلالة فوزي طبعا الله يرحمهم دكتور كمال درويش ربنا ديرو طولته العمر كان حبيبه انكل جلال ابراهيم انا خايفي انسى حد بس انكل جلال ابراهيم واحمد جلال ابراهيم كابتل وياسر تدريس ابنه اللي ما خلفوش لا فيه ناس كتير انا اخشى ان انا حد يزعل مني عشان مش فكرة دايما بيبقى فيه حد معين كده بيحصل مواقف منهم كابتل حمد امام وحازم وكان دايما يعلق على ان حازم تربية النادي وانه هو يعني اللي هو الحد اللي ما فيهوش غلطة اللي هو رياضية انشاطر اوي اللي هو متربيه كويس اوي اللي هو مامتو تعباه وفيهم هو اخو اوي يعني كميت كومنتات كده بترسخ في الزهن مين كان اقرب لدكتور امير ساعتها من اخواتك انتي ولا اخواتك بصي هو كل واحدة فينا فيه واخد حاجة فيه يعني حب العامة العامة والزعامة اعتقد ان دي انا القرب منه اوي بتحب كتتمشي معاه في النادي منه هي صغيرة وكان دايما تقول لكل الناس حتى اطفال الصغيرين لما تبقى تلعب معهم رانيا الكبيرة وعدد اربع سنين هي وحدته وكان عضو مجلس ادارة وهي لسه عندها سنتين فهي ترابط في هذا الفيلد فهي يعني حتى احنا مسكنها لها كده هزار كدامة تقول انا بنت امير الرفاق يعني افهم اصلي ازاي يعني دايما الحد كده يمشي كده اه اي 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 يمكن مي ولا مش عنتظر والله لا بس هو افتخار يعني اي 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 اكيد طوال عنتظر بالجانب الحلوى اه 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 يمكن مي ملاحقتش ده اوي او ما عاشقتش ده اوي لانديكة الفترات اللي احنا كنا سافرين فيها مع بابا وقولك مع الجامعة العربية يعني فيه فترة تونس فترة الامارات فيمكن مي مع استردش ده اوي لكن مي عندها ابن صغير دلوقتي سبحان الله 12 سنة زمال كوي صميم ويعني مش عايز اقولك اتوقع اي امير الرفاق كايني صغير ان شاء الله بدنا لا يمشي على نفس ناجه اول مرة دخلتي الناديكة ايه 3-4 سنين في البوسات اصلا اه اه طب اول مرة وعية يا لأ يعني انت اول مرة كده كنت متحمسة هي غالبا انتخابات 88 او 89 دي كانت يعني اكتر وقت احنا بدأنا نحس على الارض يعني ايه بابا وهو بيعمل ايه هنا وارتباطه بنادي الزمالك ده مش النادي اللي هو احنا فاكرينه فارفان بنروح عشان نتمرجح ونقض ونتغدى ونروح لا 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 هي 88 او 89 بدأنا احنا نلمس على ارض الواقع ان نادي الزمالك ده حاجة اسمها عام العام وان دي حاجة مهمة جدا وان دي باهمية الوظيفة يعني هو كان دايما فكرة وجود نادي الزمالك في حياة ابويا كانت يعني ماشية متوازية مع شغله في اي مكان هو كان فيه طب اكيد بقى كنت بتتفرجوا مع بعض على المتشاط طبعا اه طبعا يعني انتو تلاتة وكمان زمالكوية ويويلو اللي يتكلم يقول كلمة او اللي عادي قدام التلفزيون اسناء الوظيفة ايه قدت المتش بقى فكرة اتفرجتي مع الدكتور فيك طبعا المتشاط اللي الزمالك كان بيلع فيها مع اي حاجة من الفرق الخارجية اللي كان بتبقى عملية يعني قاسية جدا او طبعا المتشاط القمة لأهل الزمالك اه 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 فدي كان الصمت الرهيب محدش يبربش كده بسه اسناء المتش يعني طب الأجواء هل بقى بتتغصبوا اه لا احنا ما عندناش تعصوا بأي من كده عشان بطبيعة تكويننا كبانات اه بس انا ما نساش ان الحاجة اللي ممكن ابويا يعدموها وتنزل عليها ودي كانت قليلة وعزيزة للغاية وحطي تحت للغاية عشر خطوط هي مكسب نادي الزمالك يعني خصوصا انا كمان لما كنا بنبقى مثلا في الامارات او في تونس وبتفرج على ماتش وبعدين زمالك يسا بيعد دموها يعني دموها فرحة اكتر مرحلة دموها فرحة وافتخار وشوق وكان يبقى عايز يبقى موجود في مصر وكل نفسك فيه واحنا بقى كنا ايه بنحط قبل الماتش كده تارجت لو كسبنا هتجيب لنا ايه لو كسبنا هتعمل لنا ايه كان يجيب ايه بقى يعني دايما اكتر حاجة لا تحسر ابو البنات دايما حنين ودايما يعني عاطفي وبيعمل اقصى ما عنده يعني هو دايما كان الحقيقة يعني هو كان يعني معطأ في كل حاجة طب اكتر هداية جبهالك لها علاقة بزمالك غلي على قلبك صفرنا فرنا مع النادي مع مجموعة من النادي مكافأة على كم ماتش لعبوا النادي وكانت الدنيا ماشي حلوة معنا يعني الحياة اه فكرها كانت رحلة مميزة جدا وكان فيها كلها زمالكوية كتير قبل ذكريتك اير مع الرحلة دي عملتوا ايه لك اولا شفت شخصيات من زمالكوية كتير جدا ممكن انا مذكورش اسميمهم دلوقتي انها كت صغيرة بس لها هي كانت رحلة لطيفة كده اول مرة نسافر اوروبا انا والبنات وكانت ماما معنا وبابا وكانت وفرنا عموما بتكوينها كبلد هي بلد عاملة زي المعمورة زي السحل الشمالي يعني حاجة مقفولة كده وصغيرة والتمشية فيها لطيفة وبحر كده فبالنسبة لأيه اطفال ده كانت الجنة دكتور امير يعني كان عملي جدا في الملعب او في البيئة في الشغل عموما كان عملي حازم صارم بالزبط يعني كان جد جدا في الشغل هل هو بقى في البيت نفس الكلام ولا لا يعني جو الاسر للغاية على قدر الحنان والعطف اللي كلمتك عنهم والعطاء على قدر الحزم بابا ما كانش عنده ولد فكان مربي تلت رجال ما بنهزرش يعني فيه رولز كده معينة احنا لو رجعنا بذكرتنا لورا لا طبعا توتري طريقة التربية مختلفة تماما لأ احنا نفسنا حتى بنعملهم مع ولادنا دلوقتي وده انا مش نبمان على ده ده يعني ده خلاني عرفت انا ما جاتش فرصة ان انا عرفك انا صاحبة حضانات دولية بدير ثلاث حضانات بقى لي 15 سنة وادارة حضانة ده شيء مش سهل وده كانت احد افكاره يعني انا لما فكرت ان انا اعمل حاجة يعني private business هو كان من ضمن اقتراحاته اقترح كزا حاجة كان من ضمن اقتراحاته الحضانة سنة قبلها كنت معيدة في الجامعة فكان فكرة ان حاجة ليه علاقة بالتعليم ده كانت قريبة شوية من الفكر وهي برضو نشاط نسائي يعني يعني بتبقى قريبة الفكرة للستات ان هما يعملوها ماكنش ممكن حقدر ادير الحضانة دي لو ماكنتش تربية امير الرفاع هو اعلمكم ان انتو تكونوا مسؤولين انت ملتزمة جدا انت كلماتك اهم من انضتك زي ما كان هو بيقول مسؤول عن تصرفك لما تعملي حاجة سنتفكر فيها كواس اوي تبقى حسب الخطوة اللي بعدها تبقى ايه هارد ووركر تعبانة بقى مش تعبانة لا انت خلاص مدام حطتي في مسؤولية انت قدها صاحب صاحبه اوي اوي يعني وانا اعتقد ان انا الحتة دي انا حبيتها فيه فحاولت ان انا اطلع كده ويا رب اكون كده يقولوها صحابي اكيد ان شاء الله طيب لما كنت بتغلط يعني فاكرة غلط معين البصة يا نيرفانة بالبصة النظرة انا متضربتش لنا ولا واحدة من بنات التلاتة ولا مرة استخدمش العنف خالص على قدر ما بيباني ان هو شخصية قوية وان هو بنيته الجسمانية كبيرة وانك انا ما حدش ضرب خالص فيش عقاب من اي نوع من انواع واحنا صغرين كان بيعملنا كده كده حب طبعا من ضمن الحاجات اللي يعني اللي احنا بنافتقدها دلوقتي كتير احنا بندلع احنا بندلع احنا بندلع وده مش احسن حاجة باقولك مش هارف اقول لي مش احسن حاجة ولا يمكن الجيل اللي موجود دلوقتي ما بقاش ينفع معاها اوي فكرة الترهين بصي من واقع موقعي في تربيت اجيال في الحضانة ومن واقعي ان انا ام لولده بنت في ايدجي لسه يعني اعتقد ان هم محتاجين فيه برضو رعاية امي يعني يمكن ادهم لا ترات وعشرين سنة تكون خلاص بس ليلة لسه سبعة اه الام موجودة على طول دايمان اقدر اقولك ان يعني ده لهو عليه يعني هو برضو الدين والقرب من الولاد بس هو كان صاحبنا برضو يعني هو كان الحزم كان عامل برضو يعني بلنس حلو اوي هو كان صاحبنا جدا وكان بيسمع لنا جدا وكان ديمقراطي جدا احنا كنا بنعمل انتخابات في البيت طب ده حلو اه كنا ساعات اه يعني منيجي داك فيه فكرة مطروحة في البيت وهي اه ولا لأ هنعملها هنسافر هنجيب هنشتري هنعمل اي قرار مصيري كنا بنعمل voting عليه فهو طريقة اصلا تربية زي دي ومسيرة زي دي تعكس قد ايه نجحكو يعني نجح حضرتك ونجح كمان اخويتك فانا متخيلة الدنيا عامل ازاي دي البقتي متخيلة قد ايه حضرتك حمزوطة وشطرة وده نعكس على تربيتنا لولادنا برضو الحد ما حتى لو كنا شوية احنا احن او اطيب شوية عشان القلب الحنان بتاع الامهات يعني لكن في النهاية برضو هم متربيين بنفس الطريقة طبعا بنا تمنا لهم كل حاجة ويطلعهم كلهم شايفينه رول ماضل يعني مش عايز اقولك انا عندي ابني اولا شبه جدا جدا فوق ما تتخيالي يمكن اكتر واحد في الاحفاد محمد ابن مي واخد جيناتو في الانتماء لنادي الزمالك بشكل يعني فضيع نغم الصغر سنه ياسمين بنت رانيا بس كل حد عنده حد اقرب ياسمين بنت رانيا كانت البمبونية بتاع بابا كان بيدلعها على طريق صاحبته قوي بس يعني هو ده امير الرفاعي مع بناتو ومع اسرته الصغيرة واحفاده بحردك عصرت نادي الزمالك طبعا مع دكتر امير طبعا دلوقتي شايفة ايه الاختلاف اللي حصل يعني اكيد دلوقتي بتدخليه وبتروحي ايه الاختلاف الاحساس اللي بتحسينها ما بتدخلي نادي الزمالك دلوقتي بس لو جردنا الاحساس من الراحل عاطفية وكلمنا عنه كنادي هو نادي الزمالك طبعا شهد طفرة قوية في المنشآت في النادي وفي تقسيم النادي شكله حتى من جوه كتير اختلف واختلاف للاحسن في حياة كتير قوي محافظ برضو على فكرة ان الزمالكاوي دايما حاسس ان الزمالك ده بيته وهو نادي قوي يعني هو نادي قوي بانتماء اهله دي وبانتماء مشجعينه دي يعني عافة لو قوليك قوي باهله هو كده اختلف باختلاف الزمن ما هو فيش حاجة ما تغيرتش يعني حتى الاختلافات ما لها وما عليها هي اختلافات الزمن ان الناس المشغولة ان طريقة التواصل بين الاعضاء بقت سوشيال ميديا ان بقى فيه جروبات على الفيسبوك ما كل ده اختلافات شايف ان ذي حاجة كويسة؟ بصي هو الفيسبوك دايما بيبقى انا يعني تقييمي ليه ان هو ليه كده وليه كده هو اي حاجة في الدنيا ليها كده وليها كده اه بس فيسبوك بالزبط يعني فيسبوك ممكن يبقى وسيلة قوية جدا ان انت تحقق بيه مثلا تواصل ارحام وتحقق بيه انتشار حاجة نكحة وتنشري بيه دعوة لأي شيء صادق وكويس وحب وكذا وممكن تكسري بيه اي حد وتشويه سمعت حد وتطلعي شائعة في اقل من ثانية تلف العالم كله وهي اصلا ملهاش اي اساس من الصحة هو ده الفيسبوك عشان كده احنا اصلا دلوقتي دايما بنبقى حرسين قوي ان احنا نوجه لعابتنا جماعة فيلو السوشيال ميديا ساعة المطشاط المهمة او البطلات المهمة ان احنا فعلا حد بقاعد بس في البيت يروح كاتب حاجة تروح وصله للعيب الثلاني ومتخيلين ان الناس مش بتتأثر بدلق بتتأثر وممكن تودي بمستقبل بني ادم لمجرد ان هو انت حسسته بإحباط فانا مع حضرتك انا متراشرح الوقت في انتخابات مجلس ادارة نادي السيد المصري بقسملك ان الفيسبوك كان محرك اساسي في ان الحالة المعنوية للمرشح والحالة المعنوية والاتجاه للاعضاء هو اللي بيعمل زي الريموت كنترول انا جيت اخدت قرار في نص رحلة التراشرح الانتخابات دي ان انا حصم اذاني عن اي حاجة هدامة موجودة على السوشيال ميديا وكأنها غير موجودة غير ان انا لو عايز انا وصل رسالة ايجابية احطها اكتر من كده لا لان الكتير ده احيان كتير اوي بقى عبارة عن بابل وبتفرق وانت المشكلة كمال مش بتعرفي تفلطري الحجوم الوحش انت غصب عنك تلاقي نفسك بتروحي للحاجات الهدمة فزي ما حارك قلت في الاول هي ليها البروز وليها الكونز بتاعتها ان هي فيه شوية ايجابيات شوية سلبيات بس على حسب استخدام كل حد فينا يعني برضو فكرة ان احنا دلوقت ان احنا دلوقت بقى بننشر الوعي اكتر في طريقة استخدام السوشيال ميديا بنقول للناس يخلي بالهم يعني يمكن الوعي زاد عن اول ما بتدينا ان احنا فجأة السوشيال ميديا بقت موجودة فجأة بقت فيه جروبات بتقول اي حاجة هم عايزينها بقى فيه رولز اكتر على السوشيال ميديا فيعني نتمنى انه تفضل موازنة الدنيا شوية كنت بتحضرك بقى تدريبات لا ما كنتش بحضر تدريبات بس كنت بحضرها وانا في بيتنا اقولك ازاي من كتر حب امير الرفايف نادي الزمالك لما جيه غير بيته الصغير اللي هو تجاوز فيه اول ما تجاوز هو ماما اللي احنا تولدنا فيه احنا التلاتة اخد بيت بيطل اطلالة كاملة على ملاعب نادي الزمالك لكرة القدم لدرجة انهو لما كان مدير عام النادي كان بيسحى مع شروق الشمس حط ايده ورا دهره ويوفي يتفرج من ورا الازاز بتاع القوضة على الملاعب ويشوف العمال بتنظفه ولا لأ والتمارين ماشية في بعدها ولا لأ لغاية لما يجي معاد مرواحه مكتبه ينزل روح النادي فانا كنت بتفرج على التمارين من شباك البيت كنت برقى الملاعب النادي من البيت وكان كله دا حتى السيطرة طب دا مش محتاجة انجيل يعني البيت في شارع اسمه شارع محمد حسن حلمي هو دا بيت العيل اقول لكي تاني اكترين كده مش محتاجين ننزل للبس مش كده اهلا بتفرج من فوق لو في كل الاوقات طيب حاليك ذكرتي انتخابات وبرضو انا من اول اصل بتكلمني انا حاصل ان حضرتك اوه دا فكرة العمل المرأة وعمل في المجال الرياضي احكيبنا اكتر عن فكرة الترشح الانتخابات لدي السيطرة بصي هو انا فكرة العمل اللي عام طبعا ديكي شايفة يعني انا مزروعة فيها من منذ صغري وشايفة انها يعني مش اوبشن يعني انا سيفت جوايا من غير مقصود ان العمل اللي عام دا هيحصل هيحصل يعني دا زي وزي الشغل بس في وقته اوكي وبركز على في وقته دي لان انا من اربع سنين اتعرض علي ان انا اترشح الانتخابات الناجة وانتخابات نادي السيط بطبيعة الحال انا قردي عضوا في النادي من فترة طويلة جدا وولادي كانوا بيلعبوا في النادي الكبير بالذات كان بيلعب كرة قدم بس هو سافر برا يتعلم فبتعت شوية عن الكرة اه بالضبط انا الفكرة كانت مطروحة بس انا حسيت ساعتها كمرأة ان انا دوري لسه مخلصش جوا بيتي اوكي وانا كان عندي ام عظيمة الحقيقة كانت دايما بتبدي ولادها وبيتها على اي حاجة في الدنيا يعني كان فيه مناصب كتير جدا ممكن ان هي كانت تمسكها هنا في التلفزيون المصري بس هي كانت دايما مع البنات ومع امير اينما كان امير يعني لما سافرت تونس اربع سنين مع الجمع العربية ما هو ما كانتش بتشتغل خالص في الامارات اكت مزيعة في تلفزيون الامارات بس لما قعدت في تونس اربع سنين مفيش مزيعة في اوج شهرتها وفي عز شبابها في سن كانت ساعتها مثلا نقول اربعين سنة يعني ده قمة نضوج المرأة ونجحها وشهرتها تضحي بكل ده عشان خاطر البيت والولاد ده بقى انا اتنقلي وتعلمته فلما اتطرح ده من اربع سنين مجذبش عليك الموضوع اغراني جدا وده يكلتني وكت خلاص ومتحمسة جدا بس قعدت مع نفسي بصدق لقيت ان انا لسه رسالتي الجول بيت ما خلصتش انا بنتي 13 سنة كانت لسه محتاجة امها بشدة في سن التكوين بتاع المراهقة ده صحيح ابني كان عايش في انجلترا بيتعلم فكنت بسافر له كتير جدا وده كان هيخليني صاحب بلينك الداب زي ما بيقوله وشغلي بياخد مساحة خلاص دي ما فيهاش نقاش من حياتي فما كنتش حقد راجب مع بين كل حاجات دي كلها مع بعضها فانا استنيت كمرأة لغاية لما بقى انا خدت نفسي يعني دوري اه على ارض صلبة عشان لما خش مكان ابقى عارفة ان انا دخل احط بصمة في المكان ده وادديه كويس وبقى في يوم من الايام ولادي يبقى عاديين قاعدة اللي انا قاعدها دي بيفخاروا بامهم سواء انكت هي عايشة او مش موجودة بنا ربنا اديك تلترامل ربنا يخليك طيب علاقاتك او علاقتك باعضاء نادي السيد هي اللي دفعتك ان انت تقدمي على خطوة زي دي بس ان علاقتي الحمدلله متشعبة جدا داخل نادي السيد يعني وقدرت اقيمها وحطت لها يعني برسنتج كده تقييم اكتر بعد ما ترشحت يمكن او ما ترشحت كنت بصة للسيركل اللي حوالي بس او المحيطين قريبين قوي طبعا بطبيعة عملي في حضاء يعني امتلاكي وإدارتي الحضانات موجودة في منطقة المهندسين والشيخ زايد وده قريب برضو من نادي السيد وفروعه وهو ليه فرع في 6 اكتوبر انا مثلا عندي حوالي 2000 اسرة انا كنت بوزء منهم نتيجة وجود اولادهم عندي وبالمناسبة انا فيه لعيبة من لعيبة نادي الزمالك سواء الصابقين او الحاليين ولادهم كانوا خرجين من عندي يعني كابت محمد جابر محمد ابراهيم جنش يعني كان ليا كمان تواصل مع زمالكوية من خلال شغلي الاصدقاء شجعوني وحمسوني بس انا لقيت ان صدقاتي فعلا يعني قاعدة ممكن فعلا الواحد ينطلق منها اكيد طبعا وفكرة انه يعني شخصية زي حضرتك بالقوة وبتربية دكتور امير وكل اللي حضرتك حكتي ده بيرفلكت حاجات كتيرة جدا جدا عليك ممكن تعمليه بمجرد position زي ده او لو كنتي ان شاء الله تكوني مسؤولة عن وضع زي ده طبعا بتمنالك كل التوفيق كلنا بنتمنالك كل التوفيق اللي جاي بإذن الله ونشوف فعلا بقى نصحة مصغرة لدكتور امير الرفاعي ان شاء الله وانا ان شاء الله اذا نجحت في الانتخابات نادي الصيد انا حهدي نجاحي ده فقط لامير الرفاعي لان هو فعلا فعلا ما تتصوريش سمعاته سنداني ازاي في انتخابات نادي الصيد صحيح يعني بنتمنالك كل التوفيق مرة تانية وشكرا جدا 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 انا نفسي جدا واتشرفت جدا بقعدتي جوه الدفع اللي انا حاسة به هنا وانا قعدة في قناة نادي الزمالك ويا رب ان شاء الله بإذن الله يبقى لنا لقاء تاني بإذن الله قريب او مع حد من اخوتي ونتكلم تاني على الدكتور امير الرفاعي بإذن الله شرفين اشكرك للمرأة مرسي حبث ده كان لقاءنا مع استاذة مروى امير الرفاعي اشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة من برنامج مهارك اشتركوا في القناة